السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى اخوات وصحاف في الدنيا على قناة عرب تيكنو. يا رب كلكم تكونوا بخير. وانا في البس المباشر ناس قاعدت تقول ان في مشكلة في مود الحشرات الجديد او مود الدبان الجديد بتاع بابجي ده ان الناس مش عارفها تتحرك او تحرك الدبانة دي من الكيبورد. بتيجي تحركها فلازم تفك الماوس وتحرك من الماوس والتحرك صعب. يعني التحكم فيها من الاخر. على طبعا حاليتها في البس المباشر بس عشان اخواتي وحباب اللي ما يعرفوش وطلبوا مني الشرح ومعرفوش يفهموا مني او في البس المباشر. كررت اعمل لكم الحلقة دي برضو علشان اشرح لكم ازاي تحلوا المشكلة بتاع التحكم الحشرة او مود الحشرات وتصلح مود الدبانة ده وتتحكم بالدبانة دي او النموسة مش عارف هي بالزبط. من الكيبورد ومن الماوس وتضرب وتطلع وتنزل وكل حاجة بكل سهولة. دلوقتي لو اول مرة تابعني يا صاحبي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واللايك والكومنت بيشجعني وبيدعمني ان استمر في اللي جاي. فما تنساش دوس على لايك وكومنت حلو كده بالحب. خلينا ننزل جن في مود الحشرات ده علشان اقول لكم انا حلت المشكلة دي ازاي بكل سهولة وبكل بساطة. ناخد المكنة في الطريق الى معمل الدبان. فصلنا معمل الدبان بالسلامة. يا رب بس ما ابقى في حد هنا. يطلع الىنا كده من تحت الارض فجأة خلينا نكمل الشرح ناخد ايس Luna ستربيهم نفسين. اول حاجة هتعملها علشان تحل مشكلة التحرك انك انت هتعمل ال ادي. خش علي من العلامة اللي ف haar دي كده. بعد كده هتقفل دي. ستقط هتدوس على العلامة الصحية كده عشان تشيلها. وبعد كده تقوم عامل هنا حرف وتعمل هنا حرف وهنا حرف وهنا حرف وتحفظ وبعد كده تفتحها تاني وتخش تقوم فاتح هتدوس على علامة الصح هتظهر لك الرسالة دي هتدوس على هتدوس على حفظ تيجي تتحرك هتبصت لايه هتحركت معاك عادي جدا وما فيش اي مشكلة خالص بص انا هنا بتحرك وهو من الكيبورد عادي جدا هي الحركة من الكيبورد من الاسهم الدي والاس وكل حاجة شغالة معايا ما فيش اي مشكلة يجي بقى لموضوع اللي هي بتاعت فوق وتحت دي الاب والداون هتدوس برضو تاني على الكي مابينج هتيجي تديف هنا اي زرار من الكيبورد يعجبك اي زرار انت هبتستخدموش من الكيبورد انا هنا مسلا بتاع الاب هدوس على رقم تمانية اللي هو في هندوس على رقم تمانية وبعد كده هندوس هنا كده على رقم اتنين في الداون نزلها تحت شوية كده علشان خاطر نبعد عن ونبعد عن الزراير التاني كده هندوس على حفز وهنيجي نتحرك يارب تكون ارتحت نخش تاني عشان البيه البيه جاي من اخر الدنيا جاي معرفش يعمل ايه باي انا مش فاهم انا جاي بره الزون جاي خارج بره الزون يعمل ايه مش عارف في طريقي مرة اخرى الى مختبر الدباني اتحولنا تاني الدبانة وقدي الدبانة ايه بتتحرك انا مش عايف انا دخلت ايه تاني اصلا الدبانة كده خلاص المشكلة هتحلت بتاعت الحركة بتاعت الحركة واحدة من الكيبورد بتاعت اللي هي القدام وورا ويمين وشمال وكده وفو تحت هي من التمانية والاتنين اللي احنا حطناهم بيطلع وينزل اهو مفيش اي مشكلة خالص من الكيبورد وطبعا الحركة اللي هي ديت بتاعت الماوس دي بتبقى من الماوس عادي الحركة دي من الماوس لكن الحركة دي بتبقى منين من الكيبورد ندف زرار برضو لزرار الضرب خش على تاني وبعد كده تدوس هنا تعمل زرار وتخليه مسلا على سبيل المثال وتدوس على حفظ ونجرب كده مسلا اهو انا طاير اهو تعال مسلا عايز اضرب البتاع دي اهو مدهس على الكابسلو ضرب ضرب مفيش اي مشكلة خالص يبقى التحكم من هنا اهو سهل وبسيط عايزك اضرب مسلا على البتاع دي اهو مدهس كده اهو بص احلى حفرات دي ولا ايه اعملها بقى انت اي ازرار تاني سواء الحركة فوق وتحت او الضرب اي ازرار تاني انت مش بتستخدمه عندك شوف انت الدنيا عندك فيها ايه والحد هنا ما تنساش لو اهو مرة تتابعني تدوس اشتراك وتفعل زر الجرس لشان تنضم معي العيلة عرب تيكنو واللايك والكومينت بيشجعني وبيفرحني جدا يا صاحبي فما تنساش انك تدعمني ولو عندك اي مشكلة او اي استفسار تقدر تخش على الجروب بتاعنا على الفيسبوك اسمه جروب عيلة عرب تيكنو واللينك بتاعه اسيبه لك تحت في الديسكريبشن واللي هو ظاهر قدامك ده برضو اشوفكم على خير يا اخواتي واصحابي في كناة عرب تيكنو في حلقات جاية كتير اللي وعدتوكو بيها وكل حاجة وعدتوكو بيها في السكة واحدة واحدة كده جاية والله كلها جاية فاشوفكم على خير في الحلقات الجاية ان شاء الله يا اخواتي في عرب تيكنو سلام